يقول الله سبحانه وتعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءَهِ ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد بشكل عام لغة يعني هو الانحراف من الحق إلى الباطل يعني في خط مستقيم فهو لو انحرف الانحراف عن الخط المستقيم يسمى ألحد أو في لحدة وفي ألحد لكن المعنى واحده هو الانحراف والميل عن الحق إلى الباطل أو عن الصواب إلى الخطأ هذا هو الانحراف طبعا يعني هذا يطلق على كل أصناف الإلحاد يعني القديمة والحديثة وأنها في النهاية انحراف وميل وزيغ عن الطريق الصحيح هنا بمعنى الإنكار طبعا بمعنى الإنكار معنى الضلال ما هو يعني الحد ضلال وانحراف ضلال ميل زيغ كل ذلك معنى واحد طبعا بتصف خروج عن الخط المستقيم أو عن النهج المستقيم فمن هذا المنطلق هناك من ألحدوا في أسماء الله الحسنى بمعنى خرجوا بها عن ما وضعت له أو يعني عن معانيها التي تحتويها هذه الأسماء فمثلا المراد بالملحدين هنا وذروا الذين يلحدون هم المشركون هم الذين كانوا يلحدون في هذه الأسماء فكانوا مثلا يأخذوا حروف هذه الأسماء ويدخلوها في أسماء آلهاتهم فكانوا يقولون مثلا كانوا يسمون آلهاتهم الأوثان اللات والعزة ده حتى تلاقيها وأخذوها من الله العزيز مثلا ومنات السالسة الأخرى برضو أخذوها من المنان اسم المنان هذا طبعا أنا أعرف أنه من أسماء الله الحسنى فهؤلاء يعني أخذوا الأسماء الحسنى وألحدوا يعني انحرفوا بها عن طريقها المستقيم وسموا بها أو بحروف من مادتها الأوسان وهذا انحراف أن تسمي الأوسان بأسماء الله سبحانه وتعالى أيضا من الإلحاد اللي هو يعني تفسير الأسماء الحسنى بما يوهم أن الله مشابه للخلق يعني يأخذ مثلا نص ويقول لك الله قال هكذا مثلا فاصبر فإنك بأعيننا فتقول لله عين آه سميع فإذا لله آذان آه سميع له أذن بصير له عين قوي له قوة أو له زراع أو له كذا هذا إلحاد في الأسماء يعني تشبيه بالبشر الاسم والمسمى بالاسم البشري والمسمى البشري فهذا أيضا يعني من الإلحاد في الأسماء ودي موجودة في يعني حتى في بعض الفرق الكلامية طبعا عن حسن النية يعني فإنما ربنا حذرنا وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يكتبون وذروا هنا بمعنى دعوا واتركوهم لمصيرهم لمصيرهم طبعا ولا تراقشوهم